ألوان ومسميات مختلفة تتميز بها أزياء كل مجتمع أزياء تبين اهتمام الأجيال بما يلبسون وتعكس تأثرهم بالبيئة المحيطة بهم بدءا من الطبيعة الجغرافية لبلدهم وصولا إلى نمط الحياة التي يعيشونها مهنيا واجتماعيا الجزيرة العربية واسعة جدا وغنية بهذا الموروث هذا لأنه عندنا عدة مناطق فكل منطقة كان لها موروثها بالنسبة للبيئة التي كانت تكتسب منها هناك المنون هناك طبعا البادية هناك مثلا في مناطق كانت فيها الألوان فيها أكثر الزخارف التي كانوا يستخدمونها من يستبحون طبعا من البيئة التي هم موجودين فيها الزي الشعبي التراثي عنوان لما تمثله حضارة السعودية المختلفة بمناطقها وتنوعها الثقافي بدأت الملابس في الحجاز تتسم بأخط طابع أهل الحجيج والحجيج كانوا بيجوا بيأخذوا منهم فكانوا دائما بيعتمدوا على الثياب وعلى العمم فكانوا دائما يخذوا الثوب في فترة الصيف يخذوا من الكتان أو القطم بينما في فترة الشتاء دائما بيستخدموا كانوا الصوف وكانوا بيستخدموا برضو الأسيديريات لأنها كانت برضو بتحميهم من برودة الشتاء طبعا الشيء تطور مع الوقت وتطور مع البيئة وتطور مع وفود كثير من الناس على مكة والمدينة اختلاف الملبوسات مثل الثوب والشماغ والسدير عند الرجال والبرقع والشيلة والعباء لدى النساء يعكس الخصوصية التي تتميز بها مكونات المجتمع السعودي على اختلافها بين امتزاج الألوان وجمال النقوش لا تزال الأزياء التقليدية في السعودية محط اهتمام أفراد المجتمع بما تعني لهم من عراقة الماضي المتجسدة في أناقة الحاضر عبدالله يحيى سكينيوز عربية جدة ترجمة نانسي قنقر